شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين تمر علينا في الأيام القادمة ذكرى شهادة الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وبهذه المناسبة نتحدث بإذن الله تعالى حول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ضمن عنابينا أربعة العنوان الأول الإمام زين العابدين وحركة تربية العبيد العنوان الثاني الإمام زين العابدين وإحياء قضية عاشوراء العنوان الثالث الإمام زين العابدين وتخريج أجيال من الفقهاء والعلماء والروات وحملة الشريعة العنوان الرابع الإمام زين العابدين ومدرسة الدعاء نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله حول العنوانين الأولين وقبل أن نتحدث حول العنوان الأول نقدم مقدمة تتناول على نحو الإجمال وضع العبيد ووضع الموالي بشكل عام في ذلك العهد الذي يطالع التاريخ يجد بوضوح أن العبيد كانوا يعيشون في المجتمع المسلم في حالة تخلف فكري وثقافيا ودينيا وأخلاقي وعلميا من جانب وكانوا يعيشون حالة من المنبوذية الإجتماعية والسياسية من جانب آخر هؤلاء العبيد الذين جاءوا من البلاد الأخرى لم تتح لهم في بلادهم فرص للتعلم وللرقي الأنظمة التي كانت حاكمة في تلك البلاد كانت تحضر العلم العلم كان محظور للمجتمع العلم كان خاص في كثير من تلك البلاد في الطبق الحاكمة أو في بعض أفراد الطبق الحاكمة والسر واضح في ذلك لأنه العلم طريق إلى مشاركة المحكوم للحاكم العلم يفرض ذاته العلماء حكام فإذا الشعب تعلم طبعا يفرض ذاته على الحكم القائم ولو بنحو من الأنحاء هؤلاء ما كانوا يريدون أن يشاركهم أحد كانوا يريدون أن يتفردوا بالقرار إذن لم تتح لهم في بلادهم فرص للتعلم وللرقي عندما جاءوا إلى البلاد الإسلامية المفروض أن هذه البلاد تمثل الإسلام وتمثل الدين ولكن الحكومات القائمة كانت تحمل روح عنصرية قومية قبلية طائفية ولذلك العبيد والموالي بشكل عام كانوا يعيشون حال من المنبوذية كانوا منبوذين وكانوا محتقرين وكانوا مهانين هناك رسالة كتبها معاوية ابن أبي سفيان معاوية من الأفراد الذين كانوا يحملون الروح قومية وعنصرية شديدة الآن ما هو العامل في ذلك هذا بحث آخر لا يهمنا هذا البحث الآن هناك رسالة كتبها معاوية إلى زياد ابن أبيه هذه الرسالة تعكس جانب من ذلك الوضع للعبيد وللموالي بشكل عام يقول معاوية في هذه الرسالة انظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم العجم يعني غير العرب مو يعني الإيرانيين كل من لم يكن عربيا فهو أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين انظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة فلان قبل معاوية أيضا بعض الحاكمين كان منهجهم منهجا عنصريا قوميا فإن فإن في ذلك خزيهم ودلهم ومن أسلم من الأعاجم هذا مسلم مسلم إيراني مسلم هندي مسلم رومي هذا يجب في ظل الحكومة التي تدعي الإسلام أن يذل ويخزع فإن فإن في ذلك خزيهم وذلهم هذا العنوان العريض العام بعدين يذكر له مفردات تفصيل لهذا العنوان الكل أن تنكح العرب فيهم ولا تنكحهم أخذوا منهم ولا تطوه وأن تقصر بهم أو تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم الرواتب مالهم تكون قليلة وأن يقدموا في المغازي في الجبهات خلوهم في الصف الأول حتى يقتلوا يصلحون الطريق أرزل الأعمال اطيهم عمال البلدية خل يكونون كلهم من الأعاج ويقطعون الشجر ولا يأم أحد منهم في صلاة إمام جماعة أعجمي في ظل حكومة معاوية وسنة فلان قبل معاوية الأعجمي المسلم المؤمن الذي يتشهد الشهادتين ما إلى حق أن يكون إمام للجماعة ولا لا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب في الصف الأول لم يكفو ما دام أكو عربي واحد من الموالي ما عند حق يقف في الصف الأول يجب أن يقفوا في الصفوف الخلفية ذول هؤلاء هم الذين يرون الإسلام للعالم ليش الغرب ضد الإسلام الغربيين أكثرهم ضد الإسلام لأنهم هذا من العوامل لأنهم رأوا هذا التاريخ رأوا هذا الواجه من الإسلام الإسلام المدعى ولم يروا الواجه الحقيقي الوجه الثاني بل الوجه الأول من الإسلام إلا أن يتمموا الصف إذا الصف الأول ما تام بالعرب صلاة الجماعة فيها صف واحد ما يخالف الأعاجم يجون يتممون الصف في نهاية الصف الأول وَلَا تُوَلِّ أَحَدًا مِنْهُمْ ثَغْرًا مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فَإِنَّ هَذِهِ سُنَّةُ فُلَان وَسِيرَتُهُ فِيهِ بعدين يقول فَإِذَا جَاءَكَ كَتَابِ هَذَا فَأَذِلَّ الْعَجَمْ إِذْلَال وَأَقْصِهِمْ إِقْصَاء أو تَحْمِيش وَلَا تَسْتَعِن بِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَقْضِ لَهُمْ حَاجِهِ هَذُو مُو بَشَار إِحْنَ إِذَا كَافِر يَجِي يَطْلُبْ مِنَّا حَاجِهِ نَقْضِي حَاجَةِهِ وَلَكِنْ هَذَا الْمُسْلِمْ الْأَعْجَمِي إِيرَانِيًّا كان أو هِنْدِيًّا أو روميًّا أو إفريقيا حول الأفارق يعدهم روايات عجيبة في كتبهم كاتبين الروايات ويصححون هذه الروايات راجعوا كتاب كشف الخفاء المجلد الأول صفحة 226 وغيره من الكتب وغيره من الكتب يقول إنما الأسود بشر ممن خلق كثير منهم أسلموا كثير منهم قام كيان الأمة الإسلامية عليه ولكن معاوية يقول هذا الحديث يقول إنما الأسود لبطنه وكذا ما أتمم الحديث ويقولون إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا هذا تقييم الحديث هذا ليس تقييم السلطة فقط هذا تقييم الحديث لهؤلاء العجم والموالي فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقضي لهم حاجة ثم بعد ذلك يذكر قضية الحبل والأشبار الخمسة مذكورة راجعوها هذه الرواية مذكورة بتفصيل في مصادر منها كتاب سليم بن قيس الهلالي من صفحة 174 إلى صفحة 179 العجيب أنه بعض المؤرخين يذكرون أن بعض الموالي كرد فعل على هذا الواقع القائم كتبوا كتبا في ذنب العرب طبيعي عندما فأة تكون منبوذة تثأر لكرامتها كتبوا كتب في ذنب العرب والمؤرخون يذكرون أن العرب كتبوا كتبا في ذنب الموالي هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم النبي صلى الله عليه وآله الذي لم يكن يفرق بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي ومقداد العربي انتهوا إلى هذه الحالة أذلهم وأخذهم الإمام السجاد تزوج تزوج أمت الله فالعمام السجاد فالعبد الملك ابن مروان كتب رسالة يشنع فيها على الإمام السجاد الإمام السجاد صلوات الله عليه كتب له رسالة جوابية قَالَ لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسن النبي صلى الله عليه وآله تزوج صفية اليهودية اللي كانت أمتا اعتقها وتزوجها وأنكح امرأة شريفة من قريش لعبده هذه مقاييس جديدة جاء بها الإسلام هذا لا يشكل لو من عليه عندما بلغ مكتوب الإمام السجاد إلى عبد الملك ابن مروان قال إن علي ابن الحسين يرتفع حين يتضع الآخر يعني هذا كان يشكل ضع من الناحية الاجتماعية أنه واحد يتزوج أمتا أو امرأة غير عربية في مثل هذا الواقع القائل العبيد كانوا يعيشون من حالة تخلق فكري اجتماعي ثقافي ديني الظروف في بلادها والظروف في هذه البلاد أكو هناك نقطة قبل أن ننتقل إلى ما قام به الإمام السجاد صلوات الله عليه نقطة ثانية وهذه النقطة أن الإنسان في أي موقع كان وأي كان يحمل في داخل قدرات هائلة ضخمة للسمو والارتفاع وفيك انطول العالم الأكبر هذا العبد المتخلف الجاهل المنحط من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية هذا في داخل قدرات هائلة تمكنه أن يرتفع من أسفل سافلين إلى أعلى علين ولكن بشرط واحد وهذا الشرط أن يجد المربي إحنا أيضا كثير من الأحيان واحد ييأس من نفسه يشوف أنا والأولياء كثير ما واحد يبتلى بحالة القنوط حالة الإحباط بالذات إذا كان عاش في بيئة غير ملائم أكثر الأفراد أكثرهم من الأولياء أبو ذر وجد المربي وإذا به يرتفع ويرتفع ويرتفع ويتحول إلى شخص يأتي نحن الإمام الحسين وهذا المربي وتذهبون وتذهبون ونذهب ونقول لهم بأبي أنتم وأم وواحد آخر عبد خامس عشر قتل أيضا في طريق سيد الشهداء ولكنه قتل في البصرح لا في كربلاء مبعوث مبعوث الإمام الحسين إلى البصرح عبد أخذوه هناك وقتلوا إذا عبد يعيش في بيت أبي ذر يتحول إلى جون عبد يعيش في بيت شاكر يتحول إلى شوذب فما بالك بالعبد الذي يعيش في بيت حجة الله وقلب عالم الإمكان عبد يخضع للتربية العملية كان كان ينقل هذه القضية يقول أن السيدة البروجردي المرجع المشهور رحمة الله عليه افتتح مركز إسلامي في ألماني مثلا هذه القضية يمكن قبل خمسين عاما التلفزيون الألماني طلب من وكيل السيد البروجردي أن يعرض يعرض فيلما عن السيد البروجردي هذا الوكيل فكر أنه أي فيلم من الأفلام يعرض ففكر أن يعرض فيلم ووضوء السيد البروجردي وضوء السيد البروجردي مكاتبين في أحواله هذا أذكره بين قوسين وكان يهتم بصلاة يعني كلنا يجب أن نكون كذلك جدا كان يهتم التلفزيون الألماني عرض فيلم وضوء السيد البروجردي عملية الوضوء يقوم بها مثل السيد البروجردي وبتلك الحالة من الخشوع والخضوع هذه القضية بين قوسين يقول أحد الغربيين في كتابه في يوم من الأيام كان في الجزائر يقول كنت أمشي في الجزائر على ما أتذكر يقول كنت أمشي شفت واحد من الفلاحين دا يقوم بحركات ملفتة للنظار فاستوقفتني هذه الحركات وأثرت في وجداني تأثيرا عميقا يقف بخشوع يركع يسجد إحنا ألفنا هذه المظاهر هذه المظاهر جدا مؤثرة بعد ما أكمل إجعد هذا الفلاح قال ما هذه الحركات قال أصلي لله قال ما دينك قال الإسلام قال ما هو الإسلام قال الشهادة فتشهد الرجل الشهادة لمنظر الصلاة العام حفظه الله كان ينقل بعد ما عرض هذا الفيلم في ذلك اليوم عشر من المسيحيين أسلموا لفيلم وضوء السيد البروج هؤلاء العبيد كانوا يعيشون في بيت الإمام السجاد صلوات الله عليه يرون عبادة الإمام السجاد إحنا عندما نقرأ عبادة الإمام السجاد بعد 1400 عام كم تؤثر فينا فكيف بذلك الرجل الذي يشاهد عبادة الإمام السجاد جارية 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 الإمام السجاد سئلت عن عبادة الإمام السجاد فقالت فقالت أطنب أو أختصر قيل لها لا بل اختصري فقالت ما فرشت له فراشا بليل قط ولا قدمت إليه طعاما بنهار قط يعني ولا ليلة من الليالي الإمام كان ينام ولا يوم من الأيام كان يفطر يعيش في عبادة دائمة الفرد اللي يعيش في مثل هذا الجو الفرد اللي يعيش في الجو الأخلاقي الحاكم في بيت الإمام السجاد صلوات الله عليه هذا ما يتحول إلى ولي من الأولياء كثير منهم ما يتحول إلى رجل مستجاب الدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يرد دعاء الجارية التي تأخذ الإبريق أو ظرف الماء فيسقط من يدها على وجه الإمام السجاد ويشج رأسه أو وجهه فيقول لها أنت حرة لوجه الله الإمام السجاد هشام الذي كان واليا للمدينة كان يؤذي الإمام السجاد بأشد أنواع الإيضاء عندما عندما جاء عزل هشام من من المدينة من المدينة هذا هذا هشام الوالي الأموي للمدينة للمدينة رسالة رسالة التي يعيش في مثل هذا الجو كيف يكون هؤلاء العبيد أصبحوا حملة للواء الإسلام في بلادهم وقومهم العبد لا يبقى يعود إلى بلده العبد السوداني يعود إلى السودان العبد المصري يعود إلى مصر ولكن أي عبد كيف خرج هذا العبد وكيف عاد هذا العبد شخصية أخرى عاد هؤلاء نشروا الإسلام ونشروا التشيع في تلك البلاد أنا أتصور أن من العوامل المهمة في حب هذه البلاد لأهل روح إلى إفريقيا كثير من البلاد الإفريقية يحملون ولح بأهل البيت كل واحد عاد إلى وطنه بعد تحريره وإذا به يرفع راية الإسلام الحقيقي وراية أهل البيت في تلك البلاد هذا عمل جدا عظيم قام به الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أروا الإسلام الذي رأوه إسلام الإمام السجاد مو إسلام معاوية وإسلام يزيد وإسلام عبد الملك الذي الذي يسمى هؤلاء هؤلاء وأخذهم ولا تقضي لهم حاجة عندما يشوفون هذا الإسلام قطعاً يرتدون عن هذا الإسلام هذا الإسلام مقابل للقبول ولكن من الإبهام يحملون يحملون انطباع سلبي عن الإسلام الإسلام دين البطش والعنف والإرهاب والقاتل لأن شوفوا الواقع التاريخ وشوفوا الواقع القائم إذا هؤلاء كانوا يرون الصورة الحقيقية للإسلام وهو إسلام أهل البيت لحملوا نظرة ثانية في ختام هذه النقطة الأولى وندع إن شاء الله بقية الأدوار التي قام بها الإمام السجاد صلوات الله عليه لأحاديث قادمة في ختام هذه النقطة أذكر عدة ملاحظات سريعة الملاحظة الأولى أين كان هؤلاء العبيد الجواب على ذلك كما يظهر من بعض المؤرخين الإمام السجاد كان يملك أراضي واسعة في المدينة وأطراف المدينة وبساتين وبيوت من أين جاءت هذه الأراضي ومن أين جاءت هذه البساتين المؤرخون يشيرون في مطاوي كلامهم إلى أنها جاءت من أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام أمير المؤمنين خمسة وعشرين عام أقصي عن الحياة السياسية والاجتماعية حرم الأم الإمام من جملة أعماله كانت إحياء الأراضي الميت كان كان يذهب إلى الصحراء ويحيي الأراضي ويفجر العيون بالبحار راجعوا العيون التي فجرها أمير المؤمنين في رواية على ما أتذكر أن الإمام غرس مئة ألف نخلة مئة ألف نخلة كم كيلو متر من الأرض تأخذ لأن النخلة خب ما يمكن تخلوها يمنخلة ثانية بين كل نخلة ونخلة أكو فاصل مئة ألف نخلة كم كيلو متر من الأرض الإمام أحيا هذه الأراضي وورثها كثير منها بعده الإمام الحسن والإمام الحسين معاوية ساوم الإمام الحسين على بعض هذه الأراضي لقاء مبالغ طائلة ورفض الإمام الحسين ما قبل أن يسلم هذه الأراضي إلى معاوية أراضي واسعة كبيرة العبيد كثير منهم كانوا يعيشون في هذه الأراضي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عمل الإمام كان عمل طبيعي غير مثير السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كان عده حساسية شديدة تجاه أهل البيت وتجاه شيعة أهل البيت في التاريخ أكو هذه الرواية أظن مروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه إذا كان يقال للرجل إنه زنديق يعني كافر أحب إليه من أن يقال له إنه شيعي وموالي لأهل الحجاج إذا كان يسمع كلمة كافر ما كان يتأثر ولكن إذا كان يسمع كلمة شيعي أو موالي لأهل البيت كانت تثيره هذه الكل مثل الآن تجدون في العراق إذا مسيحي يمر ما عدوا مشهور إذا موالي لأهل البيت يمر يقطعون رقبته بجرم أنه موالي لأهل البيت إذا الإمام كان يريد أن يقوم بمؤسسة تربوية صارخة في اليوم الأول كانت تغلب ولكن هذا العمل تربية الموالي والعبيد أي مظهر ما كان ولذلك لم يستلفت انتباح السلطة الحاكم عمل طبيعي النقطة الثالثة أن الإمام السجاد صلوات الله عليه ما كان كما في أعيان الشيعة يبقي هؤلاء العبيد أكثر من عام دورة تربوية لعام واحد وفي بعض المصادر رأيت أنه بعضهم كان أقل من ذلك لعله الفترة كانت فترة مرنة حسب قابلية الطراف ربما شهر كان يمضي عليه الإمام كان يعتقه ويعود إلى بلاده أو يبقى في المدينة النقطة الرابعة بعد أن كان الإمام يعتقهم ما كان يتركهم في أعيان الشيعة يذكر أنه كان يدفع إليهم أموال مو التركي يروح هذا يحتاج إلى تأسيس كيان كان يدفع إليهم أموالا حتى يؤسس كيانا له عمل بيت شغل النقطة الخامسة في بعض الكتب التاريخية أن الذين أعتقهم الإمام صلوات الله عليه في هذه الفترة كانوا مئة ألف شخص وهذا عدد مئة ألف واحد مربى على يد الإمام زين العابد صلوات الله هؤلاء ماذا صنعوا وماذا فعلوا وكيف حافظوا على صورة الإسلام النقية في بلاده هذه خطوة من الخطوات التي قام بها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وتبقى ثلاث نقاط أخرى النقطة الثانية الإمام زين العابدين وإبقاء واقعة عاشوراء النقطة الثالثة الإمام زين العابدين وتخريج أجيال من الفقهاء والعلماء والروات وحملة الشريعة والنقطة الرابعة الإمام زين العابدين ومدرسة الدعاء إن شاء الله نؤجلها لحديث قادر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي